فيسل دريدي رئيس بلدية المرنقية ثلاثة ايام لتوسيع القناة ومن ثم مراعنا وانه الماء تغير في الجودة متاعه وكان معناها مياه بصراحة ذرت عدة مواطنين المياه هذه معناها انضافت من صد غدير القلة الى منسوب معناها صد بنيمتير وهذا ما خلى عدة احتجاجات بالمنطقة من اهالينا ومن مواطنين واحنا كمجلس بلدي رئيس واعضاء انضمينا الى اهالينا والتفينا مع اهالينا لانه المرنقية عندها مكسب مكسب وحيد هو الماء هذية اللي قاعدين تمتعو بيها اكثر من ستين سناء معناها اجيال اتربات على الماء هذية وهذا اللي يرثم فيه رفض شعبي وانه الماء يتغير لنا دخل سيد الوالي مشكور وبصراحة نحب نشكر من المنبر هذية وانه عمل تقريبا خمسة او ستة جلسات بمكونات المجتمع المدني بنواب جهة منوبة وحبين نفهم الاشكال واختي قرار في تقريبا في ثاني جلسة او في اول جلسة وقال معناها ضرورة بيغلق الفانة هذية وارجاع الحالة اللي ما عليها غير انه في بنا باش نرجعوا للوضعية العادية ونرجعوا معناها نلقوا الماء موجود ما راعنا وانه اصبحت خمسة او ستة بلديات معاش عندها الماء مشكورة المرنقية فقط وولت الناس تتشكها معناها اكثريت المواطنين في الجهة واللي يطلبوا وهي تعطينا الماء وهذا المفهمناشو هذا تلاعب معناها الشركة كيفاشو انه في وحدة وثلاثين ماي كان الماء موجود تقريبا خمسة وتسعين في الماء من المنطقة من جهة منوبة كانت تشرب وبعد خمستاشن يوم كيرجعنا الفانة الى ما عليها والحالة الاصلية لقينا وانه اصبحت خمسة بلديات مع تقريبا ستين في الماء من جهة منوبة اصحت معاش عندها ماء هذا المواطن فاشي تسأل اتصلنا بالصنات حبينا وانه هي تعطينا معناها الاذاحات غير انه الى يومنا هذا ثم تكتم اعلامي كبير مايحبوش يخرجونا بالرغم اللي راصلناهم وبعثنا لهم زوز مراسلات لطلب الملف هذية وفي تصريحاتهم واللي استنكرنا هذية وانه ديما في التصريحات انتاحهم يقولوا انه رؤساء البلديات في بالهم بالموضوع وفي بالهم بالملف وهذا نحب نأكدوه ونحب نستنكروه وانه الى يومنا هذا ما جانا حتى ملف او حتى مراسلة او حتى ابعاد هالمشروع هذية وقالونا رانا باش نبدلوا المامتع المرنقية احنا مننا رضا وشبه هذية هذا اللي حبينا نتحالفو فيه البارح صارت جلسة لرؤساء البلديات العشرة رؤساء البلديات احنا عاملين انتفاقية شراكة مع بعضنا واستنكرنا خرجنا بيان واليوم انشرناه باستنكار هذه التصريحات اللي قاعدة تأجج حتى في الاحتجاجات وانه المواطن كي يخرج له مسؤول من الصناد ويقول وانه السلطة المحلية في بالها هذا ميخلي وانه ثم فقدان ثقة في السلطة المحلية وكي انه اصبحت البلدية او رئيس البلدية او المجلس البلدي هو اللي اعطال اذن للقيام بهذا المشروع بينما هو مشروع هذا سابقنا مشروع قديم واحنا نطالبوا من هذا المنبر نطالبوا صناد بكشف الحقائق وانه تعطينا الملفات خلينا نشوف وندرسوها وهذا حتى في المجلة حتى في مجلة الجماعات المحلية الفاصل ميتين واثنين واربعين ينص وانه ضرورة معناها ارسال الملفات لكافة المشاريع اللي تقوم بها المؤسسات العمومية والمنشآت او الدولة او الاقاليم او الجهات في المجال الترابي الى المجلس البلدي لابداء الرأي وهذا في ظرف شهرين وانه المجلس البلدي يعطي فيها رأيه هذا مصارش وهذا تجاوز السلطة المحلية اللي معناها نعود ونأكدوا عليه اذن الى يومنا هذا ما زلنا مع الناش لمكونات الملف ولا ابعاده الملف قالونا راو قديم من سنة 2010 او من سنة 2012 وتعملها لعدة مراحل وجاءوا في 2020 وبدأوا معناها في الانجاز واللي كما قلنا ثم رفض شعبي لهذا المشروع احنا حبينا وانه ديما باتصال بمواطنين باتصال بالتنسيقيات باتصال بالمجتمع المدني وقلنا ضرورة وانه يكون احتجاج سلمي في اطار القانون واللي يكفله الدستور احنا نحتجوا نوصل لصوتنا نوصل لصوتنا للمسؤولين السيد الوالي مشكور معناها اسمعنا في عدة جلسات ولكن نقول ما زالت رؤوس فساد واضحة اللي قاعدة معناها متكتمة على الملف هذية وانا لهنا ادعو معناها السيد الوالي وانه زيدي يبحث اكثر وزيدي يمشي في التحقيقات اكثر باش يحاول يعرفنا هالملف هذية وقتاش بدأ المشروع وقتاش انجزة كيفاش تعدى على المجلس الجهوي احنا كرؤساء بلديات اصبحنا اعضاء قارين في المجلس الجهوي بالامر اعداد اثمانمائة واربعة وخمسين بتاريخ واحد اكتوبر الفين وتسعتاش ومن واحد اكتوبر الفين وتسعتاش الى يومنا هذا عقد مجلس جهوي وحيد للمشاريع وكان يوم واحد فيفري ولم يطرح هذا الموضوع او هذا المشروع على انظار اعضاء المجلس الجهوي اذا نفند معناها التصريحات ولي قاعدين الى يومنا هذا احنا اليوم رؤساء البلدية خرجنا البيان وما راعنا وانه ثم بيان جديد زاد اخرج اليوم من الصناد وحطوا فيه معناها ملحوظة وانه قالوا وراء نبعثنا الملف نهار واحد اكتوبر الفين وتسعتاش معناها شوف كيفاش ولي منسقوا بالبيانات البيان اللي خرجوه رؤساء البلديات دونك الهنا نرجع ونقول وانه ثم لوبي فساد ووضح اللي قاعد وراها الملف هدايا وان شاء الله تكشفوا معناها معناها التحقيقات السيد الولي امروا انه بشي تبع الملف هدايا وان شاء الله احنا ماشيين القدام احنا كبلدية وكمجلس بلدي قرار مجلس بلدي برفع قضية ضد الصناد لتجاوزها الصلاحيات وصلاحيات السلطة المحلية لانها لم تعلمها ثم لنوعية المياه جودة المياه اللي ضرت عدة مواطنين وثم عمليات اسهال لصغيراتنا وكبارنا وشفنا معناها عنا هذا موثق بالفيديوهات وموثق بالصور وانه كانت الجودة متاع المياه جودة معناها بصراحة مياه غير صالحة للشرب تقريبا في العشرين يوم الفارتة اذا احنا كمجلس بلدي قادرين قايمين بجهدنا لكشف الحقائق قايمين بجهد لتجأنا الى القضاء وان شاء الله القضاء معناها ينصفنا في هدايا وفي نفس الوقت المجتمع المدني ومكونات المجتمع المدني قاعدين معناها قايمين بالاحتجاجات السلمية وتقريبا يوميا احتجاج سلمي في المرنقية تشوفوا تحضروا معنا وتشوفوا اهلين صغار كبار انساء رجال الناس كلها هبة تهبة وحدة لانه الماء هذا هو مصدر الحياة المواطن اذا كان تبدله المانتاع او تنحيله المانتاع ويصبح ما عادش فيه حتى جودة اذا هناك هينك اعدمته من الحياة هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه احنا تو احنا ملتفين ومتضامنين مع اهلنا كمجلس بلدي ورئيس بلدية وبحول الله ان شاء الله تو يظهر لنا الحق وتو بحول الله يرجع لنا مال مرنقية اللي هو مكسب من مكاسب المرنقية اكثر من هذا رجال الاعمال اللي قاعدين يجوه للمرنقية يجوه على مال مرنقية عدة متساكنين لانو المرنقية هي المتنفس الوحيد الحالي والمستقبلي لمدينة تونس الكبرى لانو تونس الكبرى ما عاش فيها مقاسم وما عاش فيها اراضي تو اللي هي المتنفس الوحيد دون قاعدين يجوه للمرنقية وفي البيان فاها مزالت اراضي وفاها تقاسيم على جودة المياه ثم هناك معناها جانب اخر والله هنا زادها كنا اشرنا له حتى مع السيد الوالي واللي قاعد توه هو مأكد عليه الموضوع هذا وهو ضرب الناس ما فيها اللي قاعد تبيع في الماء مال مرنقية قاعد يتباع قاعد يتهز من المرنقية ويمشي حتى النابل معناها مئات السيارات والعربات اللي قاعد تخرج في المياه المرنقية وهذاك على حساب المواطن على حساب المواطن البسيط لانو اذا كان اللي يقولون انه الماء معاش موجود معاش موجود مناش يا اما ثم تكسيرات في القنوات وثم معناها ضياع للمياه في الانسياب أو ثم بيع للمياه وهذا اللي نأكدوا عليه وأنه ضرورة ضرب أيادي اللي قاعدة تبيع معناها في الماء وفي إهدار الثروة المائية لأنه هذا إرهاب راو هذا إرهاب غذائي وإرهاب معناها للمواطنين المواطن اللي بسيط من نجمش كل يوم بشيشري معناها ستيكة أو زو ستيكة ماء معناها إذا كان نحسبوها بالحسبة العادية إذا كان يومياً يا أخو العائلة فها خمسة أفراد تاخو ستيكة يومياً معناها مقدر بتسعين دينار في شهر وهو يخلص في ماء الصالح للشراب هل يقدروا أنه كل مواطن؟ أنا نتصوروا أنه حتى مواطن وأنه يقدر بشيشري كل يوم الماء المعدني وأنا أولهم وأعضاء المجلس البلدي أولهم معناها إذن إحنا في الأخر رانا نقول رانا مواطنين مواطنين عندنا مكتسبات نحاولوا أنه المكتسبات هذه نحافظوا عليها وفي نفس الوقت كان من الأجدر وأنه شركة تونسية أو الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كان من الأجدر وأنها راي ترحت علينا الملف هذا ورانا قلنا لها امشي في حلول أخرى لأنها شركة وطنية عندها الإمكانيات امشيت للحل الأسهل بربط هالقنوات هذه هذا اللي احنا رافضينه كنا نجمو المناطق الجديدة واللي طالب الماء هي نعطوها ربما مباشرة من صد غدير القلة لأن هذا من أول نهار تعطيه الماء هذا بينما الناس المواطنين اللي عندها المكاسب وعندها المكسب هذا لمدة ستين سنة أو أكثر نحافظهم على المكسب متاحهم إذن هذا تقريبا الوضعية ماشيين إلى يومنا هذا معناها تقريبا يوميا ثم حركة احتجاجية نجوبوا معناها في الشوارع وفي الأحياء مسيرات سلمية مؤطرة ماشاء الله نقول على وعي شبابنا ماشاء الله على وعي مواطنين بصراحة معناها درجة من الوعي ممتازة برشا وإن شاء الله يا ربي نقعد ديما معناها نحافظوا على مكتسباتنا ونحافظوا على مؤسساتنا ونحافظوا على بلادنا لأن المرنقية رهي مدينة جميلة مزيانة وتقريبا كل ذيف يجينا يفرح بالمرنقية وإحنا رأينا أهل باش نفرح وزادها بذيافنا إن شاء الله دور الإعلام رهو دور هام برشا رهو هام برشا في إبراز هالحقائق وفي إبراز معناها حاجيات المواطنين رنا أحنا ظلمنا كمواطنين ظلمنا والذي ظلمنا هو الصناد معناش عبد آخر اللي تعدى علينا اللي تعدى على المواطنين المرنقية هي الصناد أرجو أنها تدارك وأنها ترجع معناها وتتراجع على هذا المشروع وبترك معناها مكتسب المرنقية لأهالي المرنقية في الماء السالح للشراب من غدير من صد بن يمتير ولا غير صد بن يمتير